نزع الله تعالى من الملائكة غوائر الشر فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بل عباد مكرمون صدق الله العظيم السماء هي موطنهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطط السماء وحق لها أنطأط ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى سفرة كرام بررى ملك مقرب إلى الله عز وجل ذو مقام رفيع الملك الكريم ميكائلا أو ميكائلا أو ميكال وهو الملك الثاني الذي جاء القرآن صريحا باسمه بعد جبريل عليه السلام قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائلا فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه الملك ميكائلا وذلك لحديث سامرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائل رواه البخاري خلق سيدنا ميكائلا عليه السلام من نور كما خلقت باقي الملائكة فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مما رج من نار وخلق آدم مما أوصف لكم أو قال الله عز وجل إلى الملك المكرم ميكائلا وظيفة الغيث أو المطر وهو قطر الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فيحيى به الناس وتزداد به الأرزاق وعلينا أن نعلم أن قطر السماء الذي ينزل في كل عام على الأرض كميته واحدة منذ خلق الله عز وجل الأرض قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم ووظيفة ميكائلا عليه السلام أن يوجه ويصرف هذا القطر بإذن الله فتارة يزداد وتارة يقل في أرض دون أخرى ولسيدنا ميكائلا عليه السلام ملائكة يعملون تحت إمرته كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يلجأ إلى الله فيدعو قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون